وبالتالي الزوجة تبتدي تكتم جواها كل الكلام اللي المفروض تقوله عن مشاعرها ومش بتقوله وبتحوله لتراكمات سلبية وتظل التراكمات دي تزيد وتخلي العلاقة الزوجية تزداد صعوبة وتزداد الجفوات وتزداد الفجوات كمان ويوصلوا في بقى كتير من الأحيين إلى الخرص الزواجي الحالة دي بتفكرني بجملة اللي كاتبوا الشعر جبران خليل جبران بيقول ايه بين منطوق اللي لم يقصد ومقصود اللي لم ينطق تضيع الكثير من المحبة لما الإنسان ما بيعبرش عن المحبة ورزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده مش مع الجيران ولا مع الناس في الشغل ولا مع الناس في الشارع أهم حاجة مع الزوجة لما الراجل جي قال للرسول الله صلى الله إني لا أحب فلان قال وهل أخبرته بذلك قال لا قال ذهب فأخبره يعني اجري وروح وراء وقول له والزوج كمان ممكن ما يعبرش كمان عن ذاته اللي إنه متصور إنه يتصرفه ده أنا أقص من رجل طويل راجل اللي بيقول بحب ده ده راجل خرع أنا آسف يعني هم بيقولوا كده بيجوا ويقولوا لنا كده وإن الكلام الكتير دوت من صفات الستات وأنا مش عايزة من صفات الستات ويبقى من أهم أسباب عدم التعبير عن الذات الخوف من ظهور اختلاف الشخصيات بين الزوجين مش عايز يعبر عن حبه ولا عايز تكلم ولا يعبر عن ذاته ولا يعبر عن مشاعره مش عايز يعبر عن شخصيته لأنه خايف إنه يتفهم إنه هم اللي اتنين ما ينفعوش لبعض وبالتالي يحصل عدم القبول وده بيكون أكتر عند السيدات فتجد الزوجة مثلا بتحاول تتماهى مع زوجها وتدوب فيه عشان تكسب قلبه وتكسب قبوله وحبه وتبان أكثر طاعة ليه وأكثر بعد عن فكرة التمرد ووقات الشريك بيخاف يقول لا على حاجة الشريك وطالبها منه حتى لو ما كانش قادر يقدمها عشان يفضل في عين الشريك إنه هو الشخص المضحي المتفاني إنه يفضل ضحيتها نايا عشانه وبيتوقع ساعتها إنه هو شريك حياته هيكافه أعلى ده لكن في النهاية ممكن شريكه يقوله وإنت كنت عملتلي إيه يعني زيادة عن اللي يعمله أي شخص أي زوج أو أي زوجة وأنا ما طلبتش منك ده إنت اللي كنت حابب تعمله وإيه اللي حاصل فتحصل فجوة وده شيء على فكرة لما بيحصل الشيء ده إيه اللي يحصل بيهلك الناس ويهدر حقوقهم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ينبغي لمؤن أن يزل نفسه بيه اللي يحصل يتعرض من الملأ لما لا يطيق وهنا في شيء مهم جدا إننا نقول إن التعبير عن الذات حاجة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة وليه فوايد لا تعد وراءة تحصى أولا بيعزز الثقة بالنفس وبيخلي الشخص منفتح على خبرات مختلفة يقدر يتعلمه وصحته النفسية بتكون أفضل تخيل كده لما تعبر عن ذاتك بتحس إن أنت إنسان وليك وجود والشخص اللي قدامك لما يسمح لك بده تحس إنه هو بيحبك وعلاقاتك الاجتماعية بتبقى أنجح وعشان نقدر نعبر عن زواتنا ممكن نعمل خطوات تالية والخطوات ديت هي الخطوات بتاعت مهارة اللي بتخلينا نوصل إلى مهارة التعبير عن الذات أول حاجة أول حاجة هو نركز شوية واللي بيحبوا يكتبوا ورايا يبتدوا يكتبوا المبادرة بالتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وعن احتياجاتك لشريك حياتك وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال بادروا بالأعمال والمبادرة هنا حاجة مهمة جدا جدا المبادرة هو شكل من أشكال أن تكون عونا لأخيك على الشيطان ونفسه لأن في بعض الأحيان لما بتسيب الآخرين وهم بتعبرش عن ذاتك بتسيبهم وهم يترجموك ويقولوا عنك اللي هم عايزينه فلذلك أنت لما تعبر عن ذاتك أنت بتكون عونا لهم على شيطانهم وعلى نفسهم الأمر بالسوق يبقى أول حاجة أن تبادر بالتعبير عن نفسك وأن تبادر التعبير عن مشاعرك لأن ده شيء مؤمن ولأ وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرته قال لا قال فاذهب شوف الفعل اذهب يعني مش روح له في أي وقت لا اجئي روح وراه عشان تلحقه ويقوله أن أنت بتحبه يبقى على طول لما الزوج يحب يريد يعبر عن مشاعره ومقصود هنا مش بس المشاعر دي أنه يعبر عن المشاعر دي بشكل واضح تاني حاجة أنه هو يصارح يعني إيه يصارح ولازم أقول هنا شيء مهم جدا أنه فيه فرق ما بين المصارحة والمجارحة أنك تكون واضح المشاعر وواضح التعبير مش معنى كده أن أنت تجرح اللي قدامك لكن لازم تبقى صريح وما تخافش من التعبير عن ما تريد ولا ما لا تريد من شريك حياتك لأن السراحة والوضوح هو أقرب طريق للوصول إلى التوافق